في العام 1828 تم إصدار أغنية راقصة اسمها جامب جيم كرو أو إقفزيا جيم كرو على يدى الفنان الأبيض رايس توماس كان الهدف منها السخرية من ذوي البشر السوداء أو الأمريكيين من أصول أفريقية وكانت الأغنية أو الرقصة تظهر ذوي البشر السوداء أو الأمريكيين من أصول أفريقية بطريقة جدا غبية وساخرة وعلى إنهم أقل درجة من ذوي البشر البيضاء سواء من ناحية معدل الذكاء أو طريقة تعاملهم مع الأمور الحياتية بشكل عام ويشاع أن رايس توماس اختار اسم الأغنية جامب جيم كرو أو إقفزيا جيم كرو سخرية من شخص أفريقي معاق في تلك الفترة وكأنه يسخر منه ويقول له أتحداك تقفز يا معاق يا ضعيف يا أسود شي مخزي فعلا يا هلو الله بالجميع معكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة إن شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية اليوم راح نتكلم عن ظاهرة بلاك فيسيز وتورط الكثير من المشاهير البيض فيها سواء في الماضي أو في العصر الحالي وفي حال أنك تسأل إيش هي ظاهرة البلاك فيسيز هي ظاهرة تفشت في العام 1828 في الولايات المتحدة واستمرت إلى 100 سنة بعدها والشخص اللئيم الوضيع اللي ابتكر هذه الظاهرة هو الفنان الأمريكي رايس توماس مدري مفروض نقول عنه فنان ولاش نقول عنه بالضبط وابتكرها بهدف السخرية من ذوي البشر السوداء أو الأمريكيين من أصول أفريقية وكانت الفكرة أنه قام بتلوين وجهه بالكامل بصبغة سوداء بحيث يظهر كشخصية بشرتها أسود وأول ما صدرت الأغنية في هذه الفترة لقيت شعبية كبيرة جدا وبدأت في الانتشار في معظم أرجاء الولايات المتحدة وكون أمريكا وقتها أصلا كانت تحتقر ذوي البشر السوداء وتعاملهم بأسوأ الطرق وتستعبدهم وتعذبهم وتسيء لهم لاحقا دخلت هذه الظاهرة ظاهرة البلاك فيسيز إلى عالم المسرح والسينما ولكن كيف دخلت؟ المخرجين وصلنا على الأفلام والمسرحيات بشكل عام كانوا يرفضون توظيف أي شخص من ذوي البشر السوداء في الأدوار البطولية فشافوا أن الحل الأمثل هو أنهم يجيبون شخص أبيض أو ممثل أبيض مشهور ويصبغون وجهه باللون الأسود وبكذا إحنا جيبنا ممثل يقوم بدور شخصية من ذوي البشر السوداء بس ماه من ذوي البشر السوداء أصلا السبب اللي خلاهم يعملوا هذا الشي هو أنهم خايفين لو جابوا واحد من ذوي البشر السوداء بدور بطولي أنه ياخذ الثناء عليهم وربما ينجح في تأدية الدور أحسن منهم ويصير مشهور وهم لا فقالوا لا نجيب واحد أبيض ونصبغ وجهه بالأسود إذا نجح فهو في الأصل أبيض وياخذ الثناء شخص أبيض وإذا فشل طز أهم شي ما يكون شخص أسود بالفعل كانوا في البداية يستخدمون صبغات عشوائية باللون الأسود أو اللون البني الغامج ولكن مع نجاح هذه الظاهرة للأسف بسبب التفرق العرقية في هذه الفترة بدأت تظهر منتجات خاصة لتلوين الوجه باللون الأسود ومع الوقت بدأ يظهر نمط أو معايير معينة لطريقة أو شكل البلاك فيس وكانت عبارة عن قبعة تشبه قبعة السحرة أو لاعبي الخفة وقفزات بيضة ومن ضمن مرحلة تلوين الوجه لازم يتركون مساحة بدون تلوين حول الفم بحيث تعطي انطباع أن الشخص هذا فمه كبير وكل هذا فقط لأنهم يرفضون أنهم يوظفون ممثل من ذوي البشرة السوداء طبعا كانوا يجيبون ممثلين من ذوي البشرة السوداء بالفعل لأنهم مستحيل يصبغون وجوه الممثلين كلهم باللون الأسود ولكن الممثلين اللي يكونون من ذوي البشرة السوداء في الأصل دائما تكون أدوارهم بلا معنى أو يعطوهم أدوار جدا عنصرية تسيء لهم للأسف حتى الممثل الأبيض اللي يلونون وجهه بالصبغة السوداء دائما يظهرون على أنه شخص غبي وما يفهم وهمها الوحيد هو ممارسة الجنس وعدم فعل أي شيء ذو معنى ويفترض ويفترض أنه الشيء هذا اللي كانوا يسووه مرة واو مرة فني مرة شيء مضحك الأسوأ من هذا كله أنه حتى القصص المصورة كانوا يرسمون الشخصيات من ذوي البشرة السوداء وكأنهم أشخاص بيض ملونين وجههم بالأسود يعني حتى الرسومات ما سلمت منهم ما يقدرون يرسمون شخص أسود طبيعي لا لازم يرسمونه على أنه حاط بلاك فيس بل أنه الوضع وصل إلى الرسوم المتحركة وهالشي يمكن جيل التسعينات والثمانينات عاصروه يمكن تفتكرون باكز باني مين ما يعرف باكز باني؟ أنا شخصيا أفتكر هذا المشهد لما حتى باكز باني حطوله بلاك فيس ميكوب للأسف حاجة ما در الواحد يش يقول عنها أما بحلول العام 1860 بدأ يستسلم صناع الأفلام والمسرحيات من حكاية الممثلين البيض اللي يحطون لهم ميكوب بلاك فيس وقالوا خلاص لازم نبدأ نوظف ممثلين سود بأدوار مهمة في أعمالنا ما باليد حيلة ولكن نصبغ وجههم بالأسود هو أسود طيب من الأساس ليش تصبغ وجهه بالأسود؟ ليش؟ لماذا بحق السماء تجيب ممثل أسود وتصبغ وجهه بالأسود؟ ليش؟ وكان ردهم ساذج جدا وعنصري كما هو متوقع قالوا علشان الجمهور يحس بالراحة والاطمئنان علشان الجمهور يحس إن هذا الممثل أبيض وإحنا صبغين وجهه واو 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 يتفاهة ولكن في حسنة صغيرة حلوة من هذه الخطوة رغم مرارتها وهي إنها سمحت للممثلين من ذوي البشر السوداء إنهم يدخلوا عالم التمثيل والحصول على أدوار بطولية وواحد من الممثلين من ذوي البشر السوداء اللي انشهر هذه الفترة كان اسمه بيرت ويليام الآدم يجاء على نفسه واستخدم البلاك فيس ميكوب بالرغم من إنه أسود البشرة بطبيعته كل هذا علشان لقمة العيش ويقولون إن كل الممثلين من ذوي البشر السوداء اللي استخدموا البلاك فيس ماسك أو البلاك فيس ميكوب ما كان راضي عنهم المجتمع الأمريكي الأفريقي نهائيا بل إن بعضهم تم نفيهم بسبب إنهم أساء لأنفسهم ولذويهم مو بس كده يا جماعة حتى العروض اللي كان يتحتم فيها ظهور طفل أسود يروح يجيبون طفل أبيض ويصبغون وجهه بالأسود لا احترام للطفل ولا لبراءة الطفل ولا لأي شيء وفي هذا المشهد تظهر شخصية اسمها سبانكي سبانكي هو طفل أبيض ولكنه كان في هذا المشهد يفترض إنه متنكر على إنه بكوي وبكوي هذا طفل أسود والأطفال من حوله مصدقين إنه هذا بكوي مرة ما هو واضح إنه الطفل هذا ملون وجهه بالأسود ويحطى الهبل هذا فوق راسه أبدا وفجأة يظهر الطفل بكوي الحقيقي اللي هو أوريدي أسود من الله ويقومون يحيونه ويقولون له أهلا بكوي وفجأة يكتشفون إنه بكوي اللي ملون وجهه بالأسود ما هو بكوي الحقيقي واو كوميديا مرة فنية يا جماعة هاي ويقوم بكوي الحقيقي ويسوي حركة ساخرة بفمه على إنه طفل أقل منهم مكانة المخرجة كيذي اللي طلب منه يسوي كذا تاريخكم تافه وحقير يا هوليوود الفكرة إنه حط بلاك فيس ميك أب على أي شخص وبقدرة قادر يصير شخص من ذوي البشر السوداء ببساطة ما الرئيزي الوضع استمرت الوضاع أكثر وأكثر ووصل الحال إلى ممثلات بيضي حطون بلاك فيس ميك أب وأكثر ممثلة اشتهرت بالبلاك فيس هي الممثلة والمغنية الاستعراضية جودي غارلين وظهرت في أكثر من مسرحية وأكثر من فيلم وهي حاطة البلاك فيس ميك أب للأسف وبرضو الممثل والمغني بين كروزبي واللي برضو ظهر في عدة عروض وهو حاطة البلاك فيس ميك أب وبرضو الراقص ومدرب الراقص فريد آستر وغيرهم الكثير ومع الوقت بدأت تختفي هذه الظاهرة تدريجيا بعدما بدأت الحكومات تنصف ذوي البشر السوداء وتعطيهم حقوقهم والناس قالت خلاص اللي راح راح لازم ننسى هذه الممارسات العنصرية ونرميها وراء ظهورنا ونمضي قدما ولكن للأسف كل فترة يظهر واحد أحمق أو وحدة حمقاء حاطين البلاك فيس ميكوب سواء في هذه الفترة أو خلال عصرنا الحالي خلوني أعطيكم مجموعة أسماء لشخصيات مشهورة استخدمت البلاك فيس في عصرنا الحالي أول واحد عندنا رئيس وزراء كندا جاستين ترودو رئيس وزراء كندا شخصيا يا جماعة لما كانت حملة الانتخابية قيدة تجديد بدأ المعارضين له بالتنبيش عن ماضيه ولقيوا أنه في العام 2001 شارك في حفل اسمه Arabian Nights أو ليالي عربية وكان حاط بلاك فيس ميكوب المشكلة مو هنا المشكلة أنه كان متنكر على أنه علاء الدين ما عمري سمعت أنه علاء الدين أسود أبدا وبعدها ظهر لاحقا واعتذر أمام الشعب وقال لهم أنه ما كان يقصد الإساءة أبدا خير إن شاء الله ثانيا الممثلة إيزا جونزالز ظهرت لها صور مسربة وهي مسوية بلاك فيس ميكوب ثالثا المغنية جوليا هوف إذا أنا جال سنطق اسمها بالشكل الصحيح يا أحد عياد الهالوين الأخت تنكرت على أنها شخصية كريزي آيز من مسلسل Orange is the new black أوكي تحبي الشخصية بس هذه ما هي طريقة للتعبير عن حبك لها أبدا هذا أبدا ما هو تعبير عن الحب نهائيا بقدر ما هو سخرية وتصرف عنصري قذر جدا ولاحقا أكيد طلعت واعتذرت برضو مشي حالك رابعا جيمي فالون يب المحبوب واللطيف جدا جيمي فالون ظهر في أحد المرات وهو متنكر على أنه الممثل كريز روك وكان حاط بلاك فيس ميكوب وطالب الجمهور بطرده مباشرة من برنامجه ولكنه لاحقا طلعوا اعتذر وقال لهم أنه هذاك أسوأ قرار اتخذوا في حياته وراح يظل ندمان عليه طول حياته الاعتذار سهل عندهم خامسا جيمي كامل يب اللطيف والكوميدي جدا برضو جيمي كامل في أحد المرات ظهره هو متنكر على أنه لاعب كرة سلة من ذوي البشر السوداء وكان حاط بلاك فيس ميكوب ومو بس كذا كان يتكلم بطريقة مختلفة عن لهجته ويحاول يحاكي طريقة ذوي البشر السوداء في الكلام وغيرهم الكثير من المشاهير مثل كايلي جينر والمغنيسية والممثل تيد دانسون والممثل جيني كرافوس كراكوفوسكي شي اسمه هذه جين كراكوفوسكي والقايمة تطول وكل مرة نقول خلاص ولكن يطلع واحد أحمق ويجيب العيد من جديد أو واحدة حمقاء تدور شهرة على حساب هذه الظاهرة العنصرية الدنيا كافين اللي قلت هذا كله؟ هذا كله كوم وهولندا كوم ثاني هولندا مشكلة ثانية وعايشين في كوكب ثاني الظاهر هولندا يا وجيه هولندا الدولة ما غيرها والذي هولندا شخصية لا لا هولندا الدولة بكبرها في كل سنة لما يجي الكريسماس أو عيد السنة الجديدة في هولندا تحصل مسيرة صغيرة ويظهر فيها شخصية سانتا كلوز اللي يجيب للأطفال هدايا ولكن الثقافة هناك مختلفة شوي عن الثقافة الأمريكية عم سانتا هنا عنده مساعد أو أكثر من مساعدين اسمهم بلاك بيت والفكرة أنه البلاك بيت ما هم ناس من ذوي البشر السوداء في الأصل بل هم ناس من ذوي البشر البيضاء حاطين بلاك فيس ميكوب بس خلوني أشرح لكم الفكرة بشكل أسهل عشان تفهموها سانتا كلوز كلنا نعرف سانتا كلوز يجيب هدايا للأطفال إذا كان الطفل حلو ولطيف ويسمع الكلام سانتا يعطي هدية شاطر بطال أما إذا الطفل شقي وما يسمع الكلام يجي البلاك بيت أو المساعدين تبع سانتا ويوبخونه ببساطة دناء عيني عينك What in the mug is going on طيب إذا أنت مرة قليل أدى بجيب شخص أسود بالأصل ليش تجيب ناس بيض وتصبغ وجههم بالرغم من أن كلها غلط في كل الحالتين What in the mug من جد وللأسف إلى يوم أن هذا ما زال فيه معارضات على هذه العادة في هولندا البعض يقول أن هذه عادات وتقاليد مفروض ما تتغير والبعض الآخر يرفضها تماما وفيه مسيرات ومظاهرات سلمية تطالب بإلغاء هذه الظاهرة إلى هنا نكن نصل إلى نهاية الفيديو شاركونا أراكم حول الموضوع في التعليقات كان معكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم